مسألة تقبيل يد الشيخ وخلاف هذه الأشياء هل هناك سلط شرعي لهذه المسائل يعني؟ نعم نعم أحيانا بتشكر ألفاظ والشوج على الناس نعم يستعمل كلمة التقبيل بأنها سيدة صورة أنا مش لا بعد من ذلك لو كان سيدة كبرى لو أنا قبلت رجل الشيخ هذي سيدة إذا كان تقبيل يد هذي سيدة صورة ذيك حتكون سيدة كبرى صحيح هذا الجيز حتى لو تفتح حول غبره أصلا سبع مرات في سبع مرات 49 مرة جيز نحمده ونستعينه ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ده طبعا الحد شاهده الآن ده البروفيسر الفاتح قريب الله حسن الفاتح قريب الله ده هو مؤسس الطريقة الطيبية القريبية وهي المنشقة من الطريقة السمانية وهلك ربنا سبحانه وتعالى كتلوا بفضله سبحانه وتعالى في المقطع ده بيجوز جميع أنواع الشرك بالله الأكبر الذي حاربه جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنا جبت المقطع ده لأسباب السبب الأول لأنه ده شيخ مؤسس بتاع طريقة عديل فرع من الطريقة السمانية يعني إذا بينا عقيدة الشيخ ده بيكون الناس عرفوا عقيدة الطريقة دي كلها كان صاح ولا باطل والناس اللي كان شغالين صاح ولا شغالين على باطل السبب الثاني لأن الرجل ده بروفيسر وفي عهد الكيزان مسكوا مدير جامعة أم درمان الإسلامية ويفتخروا به البروفيسر فلان البروفيسر فلان البروفيسر فلان أشان الناس كلها تعرف إنه في ناس عندهم شهادات لكنهم أجهل من الحمير ومن القعنجات لازم الناس تعرف المعلومة بل في ناس وصلوا إلى هذه الشهادات إما بحق أو بتزوير أشان يضلل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولما انتجي تردع على الشيخة الزي دالي عنده شهادة زي دا وقلك لا لا ده بروفيسر وتلقى أجهل مخالق ربنا سبحانه وتعالى ده ما شبت علي بلده علي بلده ده بروفيسر قال ده را اللواط هو بروفيسر المهم ده مواضيع ذاته عجيبة جدا جدا فده واحد منهم وده أخطر من علي بلده ذاته لأنه ده بيجوز الشرك بالله الذي حاربه جميع الرسل وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السبب الثالث اللي خلينا نجيب المقطع ده شان الناس يعبروا الصوفية ديه على ضلال واضح ما فيه أي غباش ولا أي لك لك وتعرف إن الإسلام ده بغادي والتصوف العقيدة أنا بكسط العقيدة بتاعت التصوف بغادي بجنبتاني خالس خالس أصلا عقيدة التصوف الصوفية العقيدة دي والله الذي لا إلى غيره ما عند أي علاقة مع دين الإسلام لا في العقيدة والتوحيد والإيمان لا في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا في شرائع العبادات كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج كله بيختلف من الدين الصحيح الجبيو محمد صلى الله عليه وسلم السبب الرابع ردا على شبهة كبيرة بيجيبوها الصوفية ونشروها وسط العوام الليلة في السودان وفي غيره يمكن من البلدان لما ترد تقول الشيخ ده جماعة الناس بيزيذوليوه الشيخ ده الناس بيبوسوليوك وراعوه الشيخ ده الناس بيشروا المخاتب تعتوه الشيخ ده كده يقول لك لا 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 ده الناس جهله جهله بيسوه كده براهم الشيخ ما عنده قضية بالكلام ده وما بيرضاه ودي الشبهة ده بالذات غشبه ناس كتار خلص وبعض الشيوخ شربوا الشبهة ده وبيقي يستخدموه لما تجي انت شاي القروش ده الغنيان وبتكره الدهنسة وعبادة الشيوخ ده يقول يقول للدرويش لا لا ما سوه كده درويش لو داريسجد وقلهم لا لا سجود لله طبعا شان شوال القروش ده ما شان الله فاستغلوا الحتة دي وغشبهها العوام فالشبهة دي راجد عند العوام انا سكيدة جبت لك مقطع لأكبر شيخ لمؤسس طريق عديل يوريك انه لقال لهم تكفروا بي الله يعني ما درويش هم اللي بيعملوا الكفر والشيخ ما بيرضى الكلام ده لا 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 شيوخ الصوفية كلهم شيوخ الطورة الصوفية دي كلهم هم اللي بيقولوا للناس تعبدون نحن من دون الله والمقطع ده أقوى دليل على الكلام ده والأدلة كتير كتوبهم ملانة وفيديوهاتهم اللي بيقى الرفعاء براهم في اليوتوب ملانة والفيديوهات اللي برفعاء دي بفايدة عظيمة زمان كان بيقول لك كتاب ده طبعة تويتو يجيب كتاب البرعي فيه الشرك وفيه كفر فيه عبادة لغير الله وعبادة لشياطين الانس والجن من دون الله عز وجل لما نثنق الصوفية الصوفية يقول لك لا لا ده طبعة تويتو أها المواقع حقتكم والفيديوهات الفينت والبيترفعوه وتفتخروا بيه والمدايح البيترفعويت براكم موقع أولاد البرعي القدام موقع أولاد البرعي الجداد ولا الجداد موقع أولاد فلان هذا عملنا إحنا ولا عملتوا إنتم فده واحد من هذه الفيديوهات زلده بيقول شنون ومعاه عمر الجزلي وده الدق مقلب إيش يخل هدية والصداك مدقوق فيه مقلب ده جاب له متح للبرعي البرعي الهدية قال والله أنا بحب البرعي والله قال الله المستعان المهم قال 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 يا أخي على الشيوخ والتقرب للشيوخ وكده عمر الجزلي خاتله وظنه مخد في راسه قال قال لا أنا أقول لك عديل ده الفاتحة قريب الله قال لا أقول لك عديل قال لي دي سجدة صغرى وعمل له كده يعني الركوع يعني للشيخ قال لي دي جائزة قال لي لكن أنا أقول لك أكبر من كده السجدة الكبرى إنك تسجد في التراب وتقبل قال قرعي أنا الشيخ قال دي جائزة ما فيها تسجد في التراب وتغبل كرعي أنا الشيخ البروفيسر الصوفي مدير جامعة مدرمانة الإسلامية الخطول كذلك يزان في العتة دي قال تسجد لغير الله ده جائز يا أخي ربنا حكى عن طيرة هدهد أعلم من البروف ده وما في مغارنة والله لو غارنة بين الهدهد داك وبين البروف نكون نقصنا من غضر الهدهد كتير جدا الهدهد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم قال السجود لغير الله ده من عمل الشيطان واستغرى في البداية قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان وأعمالهم وقال ده من عمل الشيطان أزيّن لهم فصدّهم عن السبيل قال له سبيل ربنا والصراط المستغيم البوصلة لك يا ربنا قال ده صدّهم عن السبيل بس سجود لغير الله فهم لا يهتدون لا يهتدون لأنه يسجدوا لغير الله والهتد من وين عرفينهم ما بيهتدوا الشيخ السعدي قال قال لأن من ضل من فسدت عقيدته لا مطمع في هدايته حتى تنصلح عقيدته فالهتد لما نعرف أنه جماعة المشكلتهم مشكلة التوحيد وجماعة الواقعين في الكفر بالله الأكبر والشركة المخرج من الملة لأنهم بسجدوا لغير الله قال فهم لا يهتدون الزول فاسد العقيدة ما بيهتدي إلا عقيدة تصلح يعني ما بيجو الزول بسجد للشيخ أو بيجد لقبة أو بيستغيث بيزول ميت أو بيدعو له لصالح أو بتبرق له وبتراب قبة تيدي تقول ليلا يابد تصلي تمام كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صلى لهم الغياء ما بيهتدي ليلا أنه فسدت عقيدته فلا مطمع في هدايته حتى تنصلح عقيدته المعلومة دي عرف الهتد وغابت عن البروفيسر مدير جامعة المدرمان الإسلامية ومؤسس الطريقة القريبية السنو ما بعرفه ليك كيف كيف بتاعتهم درمان دي شو بلكلام ده كيف والسجود لله وحده يا برووفيسر ما بيجوز تسجد لأيه ظل وشوف ده مما يدل على إن الشيوخ هم اللي بيقولوا للأدباع أعبدون من دون الله واسجدوا لينا من دون الله مش الأدباع هم اللي بيعملوا والشيوخ ما راضين ده أكبر دليل على الكلام ده ورد على شبه الكبير اللي بيجوها الصوفية ديل ربنا قال ولله أسمع الآية دي كويس شان تعرف يا برووفيسر ويا صوفية إن السجود لغير الله كفر بيطلع أكبر الدين ربنا قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال والآية ربنا قدم فيها حرف الجر وقدم فيها الجار وما بعده قال ولله ولله والأصل إن الجار وما بعده يكون في آخر الجملة لكن العرب كانوا يقدموا في الأول لإفادة الحصر والقصر والاختصاص يبقى لما ربنا قال ولله يسجد من في السماوات والأرض يعني السجود كعبادة محصورة محصورة كعبادة لله عز وجل ما جوز لغير الله سبحانه وتعالى شاكد ربنا قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم والصحيح في هذه الكلمة تفسيرها في خلاف إنه معناها الظل يسجد ولا ما يسجد الصحيح حتى الظل الظل يسجد لله سبحانه وتعالى ده السجود ده حكمه شاكد لما جاء معاذ بن جبل ورأى في الشام أنهم يسجدون لبطارقتهم وقساوستهم وأساقفتهم فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنت أحق بهذا فقال ما هذا يا معاذ لو كنت آم لا تفعل ذلك فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجده لزوجها لعظم حقه عليها صحة والألبان بصحيح الجامعة الصغيرة لكن لا يجوز السجود لغير الله ما جاز السجود لرسول الله لأنه نهى معاذ بن جبل نهى نجي نسجد لكنت يا قريب الله ولا لولدك دا البنطي دا ما يجوز الكلام دا كفر بالله لا خلافة فيه وشو بيستدل بشنو يستدل بأشياء تدول إنه الرجل دا ما قرى الدين أصلا ما قرى دين من الرجل دا ما قرى دين لالليلة لحد ما مات ما قرى دين قال شنو قال قال لأنه جائز السجود لغير الله لشغة صفية قال لأنه أبناء يعقوب سجدوا له ولأنه الملائكة سجدوا لآدم أول حاجة أبناء يعقوب شريعتهم كانت غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأصل عند علماء الأصول قالوا أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا دا ما شريعتنا ليس شرع لنا وذا صحيح خلاص ولو كان برضو شرع من قبلنا شرع لنا ضبطوها قالوا ما لم يرد في شرعنا شنو نسخوا وابن كثير في التفسير قال أصلا دا نسخ والسجود بتاعهم داك ما كان سجود عبادة كان سجود تحية واحترام وكذا وكذا وهذا النوع اللي هو ما سجود عبادة دا ذات نسخ في شريعة الإسلام لأنه معاذي بن الجبل النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تفعل فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وسجود الملائكة ربنا سبحانه وتعالى أمر من يسجد لآدم سجدة تشريف له وتكريم له ولكن هذا جاء في الإسلام لا في سجدة عبادة لغير الله ولا في سجدة تشريف ولا تعظيم ولا تكريم لأي أحد كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وديه استدلال غريب من زول عامل فيها بروفيسر استدلال غريب جدا والله يدل أنه ما عنده أي علاقة مع العلم الديني أبدا لكن كذا جاء بو خطه هناك أشان يضلل الأمة وينشر الشرك والإلحاد والضلال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشو المنصب ما مدير جامعة تانية ما عنده علاقة بالعلم الشرعي فيما يزعمون مدير جامعة أم درمان الإسلامية الإسلامية عشان يضللوا بو الخلق والحمد لله يا رب العالمين ربنا ريحنا منهم بفضل الله عز وجل طيب بعد ذاك سأله عمر الجزل عمر الجزل طبعا ما عنده علاقة بالعلم الديني أبدا بس يقول عم الكبيرة الختاب رأسه دي والبروب يتكلم له يقول كفر يقول هاي صح هاي صح قام سأله قال له عن الطواف الطواف بغير بيت الله بغير الكعبة تطوب بالقبة والطوب بالضريح والطوب بالبنية بتاعة أبوك الشيخ والطوب به كده قام قال قال الطواف بجزء بالقبب والأضرع والقبور الدليل شنو يا بروفيسر طبعا ما بيدليل لا كتاب لا سنة لأي حال قال الدليل المزين يعني الحلاق قال الحلاق بيطوف بس دول اللي بيحلق له ده الدليل رغم واحد ده رواوة الحلاق التاني قال الدليل التاني قال العدائين العدائين اللي هو بيلفوا بتاعي نجري ديل قال لأنه بطوفوا بالملعب ده رواوة كمالشداد الدليل التالت قال الكديسة الكديسة قال لأنه قال من الطوافين عليكم الطوافات برضو دليل الكديسة وذكر لي أشياء غريبة كلها زي دي كديسة وناس بيجروا في البتاع وغير وغير ما في لا آية لا حديث ربنا سبحانه وتعالى قال ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الطوف عبادة زي الصلاة زي الصيام أشعر كذا كان تحية البيت الحرام لما تجي الكعبة ناس ربنا يودين كلنا لما تجي هناك تحية نوعين واحد من نوعين إما صلاة اللي صلاة ركعتين تحية المسجد وإما الطوف تطوف بالبيت وبعد ذاك تقعد يا صليت ركعتين وتقعد إذا ما قدر تطوف طوف تحية تقعد بعد ذاك فالطوف مكان الصلاة عبادة عظيمة وربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق كعبادة ربنا حدد مكان العبادة دي وين الحج مكانه هناك في محل الحج تطوف بالبيت وتمشي المزدلفة وتمشي تكيف بعرفة ومعروف وتبيت بمينة وترمي الجمرات ومعروف عنده مكان وعنده زمان الصيام عنده زمان اللي هو شهر رمضان كما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يأتوا شهر رمضان فذي عبادات العبادات دي كلها محددة فمكان وتحديد مكان الطوف هو الكعبة شكرا ربنا قال وليتطوفوا ما سكت قال بالبيت العتيق بالبيت العتيق بالبيت العتيق بالبيت العتيق ما قال بحتة تانية ده قال لا تطوفوا بالقبب دي نمرة واحد بدعة نمرة اتنين إذا طفط بغير بيت الله زي ما بطوفوا الصوفية بالقبب وقبور المشايخ وقبور الأولياء اللي بظنهم صالحين العلماء قالوا إذا كان نيته إنه يتقرب لزول الصوف المجدوعة تحت القبر ده ده كفر بأله لأنه تقرب لغير الله فصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أما إذا كان نيته يطوف بقبة الشيخ ده عشان يتقرب لها الله العلماء قالوا دي بدعة ووسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى يعني في الحالتين دي جريمة كبيرة إنك تطوف بغير بيت الله تبارك وتعالى أما الطوف الحلاق يطوف بيك وما يطوف بيك ده ما الموضوع المقصود التواف بنية التعبد يعني ده الطوف أشان يتقرب لله طيب الحلاق ده لما نطوف برأسك ده نتقرب لله ولا ده نتقرب لدماغك الكبير ده يا بروفيسر عرفت طيب أشان يشوف اضنينك وما يكتع عليك ضانك وكده يعمل لك قطعية فده ما تقرب إلى الله وكذلك البجري حوالينا الملعب والبجري بيغير والبجري بيغيره لكن والله ده فهم غريب وديل أهل الدين في البلد في نظر الناس يعني ديل أهل الدين وأهل السلسلة المافية علة ما فيهم علة وديل الناس أهل الصلاح والولاية وإن هبشت بجاي يقول لك أنا شريفي شريفي يعني شنو يقول لك أنا والله أحب ابتفاطنا بالتنبي عليه الصلاة والسلام كلهم كذابين ومستهبلين ودجالين وما عندهم أي علاقة بالدين الصحيح الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام كديسة كديسة بتاع شنو طيب قال زيارة القبب داك طبعا بيسأله بدردق ليه وده بيشوت عمر الجزل قال طيب زيارة القبب كيف قال جايزة ليه جايزة قال لأنه السيدة فاطمة كان بالزور قبري حمزة ده كلامه طبعا وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هذا الصحيح لكن القبور دي ما كان في قبà انتبهت يا بروبيسر ولد ما ما هلك ده ولد انتبهت لكلام أبوك الجاهل ده انتبهت له ولا ما انتبهت لما النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت قد نهيتكم وله قال نهيتكم ذاته ليه لأن الناس كان أسلم جودات فأشان ما يرجعوا الى الشرك. وصرف بعض الناس. وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. النبي في البداية منع زيارة القبور مرة واحدة. مع انه فيها مصلحة كبرى. وهي تذكر بالاخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في نهاية الحديث. فانها تذكركم الاخرة. ما عدا في البداية نهى عنها. ليه? اشان الناس بعض الناس ما يرجعوا الى الشرك تاني. لحد ما يتغلغل الايمان والتوحيد في قلوبهم. اشعر كده قال لهم انا جبال. نهيتكم عن زيارتي. ليه قال ليه قال نهيتكم جبال? ليه? لانه القبور دي اصلا جبور الصالحين والاولية والانبياء وكذا كانت الناس اتعلقوا بها فاشركوا بالله. ففي بداية الاسلام قال لهم ما تزوروا القبور اصلا رغم فيها مصلحة تذكر الاخرة وغيرها من المصالح. قال لهم ما تزوروا ذاته. تجي تقول ده دليل على الشرك. على انك تطوب جبة ولا تزور لك جبة ولا تشير لك تراب من جبة ولا تدعك ظهرك في قبر. في ناس عندهم مغاطلوف يمشي حكوا ظهرهم في القبر. في نسوهم ما بيلدن. يمشي يرمو ملابسهم الداخلية. صوفية بيقول له ما ارمو. يرمو قال لش انا المرة تلت. في جماعة هناك ضربين دخون وشربة حمام وغيره حيران قاعدين هناك. وبلاوي كثيرة جدا. واعظم الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى. اللي بيحصل في القبوب والاضيحة. الشرك والكفر ما حصل في الواطة دي. وابليس ضلل بي والناس. الا بسبب الكلام اللي بيقول في والبروف ده ذاته اللي بأصل له ده. اللي هي التعلق بالقبور وقبور الصالحين كمان. مش قبرة صوفية. بدليل القرآن ربنا قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. الخمسة ديل ود وسواع وإلى آخره ديل رجال صالحين عديد. طول الله ابن عباس قال ديل صالحين. وده له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ديل رجال صالحين خمسة من قوم نوح. وماتوا كلهم في سنة واحدة بس. في سنة واحدة ماتوا. قال وقد أحبهم قومهم حبا شديدا. فابتلاهم الله بموت في عام واحد فحزنوا عليهم حزنا شديدا. ودفنوهم. وبقى يمشوا يعبدوا الله مش الصالحين يعبدوا الله الله. عن قبور الصالحين. لسه ما عبدوا صالحين. ولا تبركوا بقبورهم ولا شالوا تراب. زي ما بعملوا الصوفية والبروفيسير اللي بتكلم ده. فاذ علقوا بقبورهم واعتقدوا ان العبادة لله هناك مقبولة. والجيل داتها لك وجلب عديوها لك. لحد ما جو جيل انتشر فيهم الجهل الشيطان يقال لو اجدادكم دهل كان بعبدوا دهل عديل وبهم يسكون المطر. فالشرك ما حصل في الارض منذ ان خلق الله الخلق الانس والجن. الا بسبب التعلق بقبور الصالحين بنص هذه الآية من صورة نوع. فالرجل ده دار الناس يتعلقوا بقبور الصالحين. عرفت كيف? فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فزوروها ما قال فاشركوا بالله. ما قال شيلوا تراب. ما قال ابن قبة. ما قال اتبركوا باعتاب الضريح بتاع الشيخ المدفون. تزور المقابر تتذكر الموت وتتذكر الاخرة ده المقصود بالحديث. مش المقصود انك تتذور القبب والاضرحة. طيب. واما زيارة البقيع وزيارة الصيدة فاطمة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر من هذا الباب. عشان يتذكروا الاخرة. عشان زي ما بيعملوا صوفية يشرك بالله سبحانه وتعالى. ويدعو الميت من دون الله. وده الكفر. ربنا سمى كفر بل مناسبة في غير ما آية. كونك تدعو. شيخ قاعد تحت. ده الكفر ذاته. او شيخ غايب. ده الكفر ذاته. لانه ربنا قال له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. وما هو ببالغه. الله قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فربنا قال البدعو غير الله. اول دعاء الكافرين ودل الكفار ذاتهم. وربنا سبحانه وتعالى قال ايضا. ولا تدعو من دون ومن يدعو مع الله إلها آخر. لا برهان له به. فإنما حسابه عند ربه. إنه لا يفلح الكافرون. فالبدعو غير الله ده كافر. كافر. البدعو غير الله سبحانه وتعالى. طيب. بعد ذا قال كتابة الشاهد فوق القبر ده. يعني هذا غبر فلان أو كذا والشيخ الفلاني. قال جائز ومفروض على الإنسان. جائز وتاني قال مفروض يعني واجب عديل فرض على الإنسان. وده طبعا من أبطل الباطل. ويرد حدث واحد عند مسلم وابي ذاود من رواية جابر رضي الله عنهما قال. أن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال جابر رضي الله عنهما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكتب على القبر. شف نهى النبي دي كيف. نهى نهى. يعني حرم النبي عليه الصلاة والسلام. والبروفيسور ده قال قال مفروض عديل اكتبوا فيه. ده باطل. نهى أن يكتب على القبر. أو يزاد عليه أو يقعد عليه. أو يجصص. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل بوضع الحجر. إنه النبي عليه الصلاة والسلام جاب حجر وخط فيه قبر جعفر وقال هذا اتعلم به قبر اخي جعفر يعني اعرف بهم مكان قبر وين ده دليل على عدم جواز الكتابة لانه لو كان بجوز الكتابة كان النبي عليه الصلاة والسلام ما احتاج ان نجيب حجر كان كتب قبر فلان والموضوع انتهى والكتابة اوضح في الشاهد وفي معرفة القبر من وجود الحجر فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الاوضح له الى شيء اخر معناته ده ما بجوز كيف وقد نهى عنه بالنص كما قال جابر رضي الله عنه ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب على القبر لكنه ما جابوا للكتابة هو جابوا قال ده وضع الحجر يعني دار يقول الحجر ده كمية بتاع التراب مجمدة ومدردمة زادت تراب القبر فبالتالي يجوز زيادة شنو زيادة القبر والبناء على القبر هنا حديث جابر قال ونهى ان يبنى على القبر ده الدليل الاول حرام تبني على القبر طوة وحدة ولو كان بجوز البناء برضو النبي عليه الصلاة والسلام ما كان جاب حجر واحد بس كان بنوا بنوا كده وعملوا اشياء لو كان فيه اكرام للميت كان اولى باكرام الميت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما البروفيسر الجاهل ده العواليك ده المؤسسة على الطريقة الطهيبية الغريبية ده ده كلام فارق وكلام باطل والزول ده داعية للشرك ومن شياطين الانس ده يدعو الناس لعبادة غير الله سبحانه وتعالى ومضللين ياك مية من الشباب رابطين صلوبهم ويرقص النهار كله مع ولده الاسم محمد ده ينطط النهار كله قايلين ده دين اعلموا يا سمانية ويا تجانية وغيركم الشغل ده كله ما دين وكله ضد الاسلام وكله محاربة لله ومحاربة للنبي عليه الصلاة والسلام ومحاربة لهذا الدين الحنيف والله شغلة الصوفية اللي ابلغوا شوكم باو ده ما عنده اي علاقة بالاسلام ابدا لا من قريب ولا من بعيد المهم قال الحجر ده دليل على جواز البناء حديث جابر قلنا ده دليل واحد ما بيجوز البناء على القبر تبني كده على القبر ما بيجوز دليل التاني رواه مسلم قال علي بن ابي طالب بعثني رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي ان لا تدعى قبرا مشرفا الا سويته الا سويته ولا تمثالا وفي رواية صورة الا تمستها ليه اول حاجة دليل على بطلان كلام البروفيسر لكن ليه القبور يساووها والتماثيل يطمصوها ليه لانه دي اعظم معالم الشرك في الارض والقبور دي السبب الاعظم في انتشار الشرك واول شرك ظهر في الارض وبالسبب ربنا رسل اول رسول وهو نوح عليه السلام عشان الموضوع ده شوف ابن ادم قابيل لما قتل هابيل ربنا سبحانه وتعالى ما رسل الرسول تاني جديد بعد النبي الاول ادم عليه الصلاة والسلام لكن لما انحصل الشرك وعبدوا الصالحين وعبدوا قبور الصالحين الخمسة ود وسواع ويغوس ويعوق ونسر ربنا هنا رسل اول رسول لانه ده الموضوع الاختر وده اللي بدمر ليكم بلدانكم ودولكم وده دمر الاقتصاد بتاعة البلد دي والله ما فيش دمر ولا الشرك والقبب والاضرحة وشيوخ الضلال ديل وعباد القبب والاضرحة ديل الصمات قل له لو جبنا مدنية حانا صلح جبتوا ما في حاجة دموغراطية ما في حاجة صلحة اه حركة اسلامية بتاع كيزان ما في حاجة صلحة الجماعة بتاعنا المرغني والصادق المهدي جو حكموا البلد دي غتسوا حجر ذاته ما في حاجة صلحة يبقى ما فين فعل التوحيد وتحاربوا الشرك ده اشان ربنا يفتح عليكم يا اخي من السماء والارض ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض طيب وادل كثير على عدم جواز البناء على القبور منها النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى ليه اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد صبيب يكذبوا على الناس وقول لهم ده خاص بليهود والنصارى النبي عليه الصلاة والسلام رد على شبه دي قبل ما يلدو اول صوفي ذاته رد على زمان مش الحديثة قالوا ده خاص بليهود والنصارى النبي عليه الصلاة والسلام جقال تانف صحيح مسلم من رواية جندب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد دي المنوه القبيل ذكرهم في الحديث الاول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد هنا النبي قال لك ديك من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا انت المسلمين فلا تتخذوها مساجد فاني انت المسلمين انهاكم عن ذلك ابقى الموضوع ده ما خاص بيديك بس عشان يجي يكذب ده عشان عامل فيها بروفيسر يكذب على الناس ويكذب على المسلمين وعلى امة محمد صلى الله عليه وسلم اها قام تاني قال قال الرسول لم يمنع البنيان قال لانه طبعا عرفنا الرسول منع البنيان وانت جاهل ما عندك علاقة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال لانه فرق فرق بين ان يبنى على القبر او يبنى حول القبر طبعا يهو رفيسر ده مش انت مش انت ما بتعريف الدين انت انت البنيان زاته در تخالي در 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 تغالت فيو الجماعة اللي تشيلوا المونة والله در تغالتهم در تغالت المعلمين والطلب در تغالتهم فيه شغلتهم من الله خلقنا الا كان عندك انت يا بروفيسر ما شوف انه دول ببني فوق القبر يعني يرجدو البرع كده يجي ابنه فوق بطنه وفوق اطنينه يخطه الطوب. ولو عمله كده انت ما بترضى. صحيح ولا ما صحيح? يبقى ما في بنيان فوق الزهول كده دي ما في. اصه اي بنيان لما نقوله على القبر في القبر جهاز زنبه شنه يا جماعة بلا حديث حول القبر. هس انت بترضى يخدت لك ولدك ده. يخدت لك طوبة في راس ابوك كده الجلود كده. ويبنوا فوقه طوالي. وكمان نحفر عشان نعمل عمود نحفر كده. تعيد عشان نجوم عمدان. فوق ما مقصود انه البنيان فوقه جواه كده. البنيان اصلا على القبر ولا في القبر ما احنا تمقصود له شنو? مقصود له حوالينه. القبة دي ما بتكون حوالينه اصلا. وده الحرام. الحرم النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قدت جواه كده في احدث ثانية تنهى عن كسر عزم الميت. قال فان حرمته ميتا كحرمته حيا. برضو ده بينها عن الكلام. انت ما فهم ما حصل. طيب. قال. قال بجوز. قال ما بجوز بناء القباب في الاماكنة العامة. والمقطع ده ما هو ستة دقائق. نحن نجيبنا موضع الشاهد. لكن ستة دقائق فيه ستين شبه. الزول ده راسه ده كله لخبته. راسه ده كله شرك. حق ما فيه. شوفوا الكلام ده كله قاله في ستة دقائق بس وكمه عشرين سانية. قال. قال في الاماكنة العامة يعني الموقف بتاع العربي او موقف الاستاد او كده. ما بجوز بناء قبة قال. قال لكن في الاماكنة الفاضية ممكن. ده دليله شنوه. ستة فريق ده دليله شنوه. النبي عليه الصلاة والسلام قال. نهى ان يبنى على القبر بعد ده في اي حتة فاضي ملان كله حرام. قال. قال والدليل على الكلام ده في عالم مغربي. طبعا ما جاب اسمه. لانه ده اكتجاني صوفي انا عارف. قال في عالم مغربي. ما عالم ده تجاني. صوفي. مغربي. قال قال انه اي مسجد ما فيه قبر. ده مسجد منزوع البركة. النبي عليه الصلاة والسلام. قال اللي بيعمله مساجد في القبور. وبيتخذوا القبور مساجد. او يدخلوا جوى المسجد. او يبنوا عليه. او يتخذوا ما كان القبر ساي. ما كان للعبادة والسجود والدعى وعبادة الله. قال ده الشرار الخلق عند الله. تقول ليه عالم مغربي. فيما روى الامام احمد باسناد حسن. قال النبي عليه الصلاة والسلام. شرار الخلق عند الله. عند الله. اكعب ناس عند الله. اكعب ناس. وشر الناس. من تدركهم الساعة. وهم احياء. والذين يتخذون القبور مساجد. او شغل البرافيسر ده. وشغل الصوفية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال البسوه كده ده. قال ده شرار الخلق عند الله. سبحانه وتعالى. قال دليل اخير. قال سورة الكهف. وانه قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اول حاجة شوف الآية. العلماء قالوا الآية ذي جات موضع زم لهؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. لأن ربنا ما قال قال الصالحون. ولا ربنا قال قال المؤمنون. ولا قال قال المسلمون. قال قال الذين غلبوا على امرهم. يعني ذي الناس العضلات. وناس القروش. وناس السلطة. والموضوع ده دايرين بالقوة. لأنه قال غلبوا على امرهم. ما موضوع دايرين بيدين. فالآية بترد عليك يا برافيسر. ما انت ما فاهم اي حاجة. القرآن ذاته ما فاهمه. اشال كده ابن كثير لما فسر الآية ذي. قال قال ابن جرير فيها قولين. القول الاول. انهم اصحاب الكلمة. القول الاول هم المشركون منهم. قالوا نب نتخذ على اصحاب الكهف ديل. مسجد. قال ذا لكفار. طبعا نحن مطالبين كمسلمين بمخالفة المشركين في كل شيء. وده معروف طبعا. القول التاني قال قالوا هم اصحاب الكلمة والنفوز. ولكن هل هم محمودون ام لا. ده كلام ابن جرير بالنص. ولكن هل هم محمودون ام لا. فيه نظر لما جاء في الصحيحين من رواية عائشة. ان ام سلمة حكت للنبي عليه الصلاة والسلام. كنيسة رأتها بارض الحبشة. وما فيها من التصاوير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام. شوى النبي نهى عن الكلام ده ولا ما نهى. قال. اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح. بنوا على قبره مسجدا. اولئك شرار الخلق عند الله. يعني ناس القبب والاضرحة والبتفنج والمساجد شيوخهم ديل。 ويبنو المساجد على قبر شيوخهم. ديل شرار الخلق عند الله. ايجة يقول لك اي مسجد ما فيه قبر ما فيه بركة. اي مسجد فيه قبر الصلاة فيه باطلة. اما سيد لها لم. ده قبر النبي عليه الصلاة والسلام زي ما كز في البروفيسور. قال النبي عليه الصلاة والسلام مدفون جوه مسجده. كذب العقل. الكلمة دي بقى العقل باطلة وبالشرع وبالتاريخ كله باطل. لانه مسجده بنوه الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون مدفون فيه وبنوه في حياته? يا بروفيسر انت انت واعي? قال مدفون جوه مسجده الرسول. طيب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من بناه? بنى الرسول. هو بنى في حياته? يكون بناه ودفن نفسه جوه وبعد داك تم البنيان ولا كيف? عشان كده كلمة انه الرسول مدفون جوه مسجد باطل ذاته. لانه النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد اول. لكن دفن وين? دفن في حجرة عائشة الكانت بر المسجد. ده 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 الفهم الصحيح. بر المسجد. ولا دفنه في حجرة عائشة رضي الله عنها. ليه? سبب شنو? لانه بكر الصديق. الصحابة قالوا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا اين ندفنه? في في البقي حيث ندفن موتانا? فجاء بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يقبض الله نبياً الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. الله ان يدفن فيه. فدفنوا في حجرة. اصحاب قالوا زحين السرير ونزلت احت السرير طوال حتى ما زحوا جاي ولا جاي في حجرة عائشة. للا انه يدفن حيثوا قبضوا. زحوا السرير وحفروا تحت السرير مباشرة. ودفنوا هنا. والحجرة برى المسجد اصلا. ما انده على قبل المسجد. ولا في صحابي دخل في المسجد. ولا في لحد ما جعهد الوليد ابن عبد الملك سنة تلاتة وتمانين هجرية تقريبا. ودهما روفيسر رجل كذاب ومحتال. ودى ننشر الشرك اشان اتباعه ودناويشه يسجد ليه ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.